سلام الله عليكم ننوه إلى هذا الخبر العاجل حيث اقتمع الرئيس عبدالفتاح سيس اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل أصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس طلع خلال الاجتماع للجهود الجارية لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم وعملية الربط داخل وبين الجهات والهيئات القضائية وذلك في إطار تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم لتحقيق سرعة الأداء خلال النظر في القضايا وفي إطار الجهود المكثفة لسرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم في إطار التطوير الشامل لمنظومة التقادي بالدولة عرض وزير العدل موقف إنجاز الدعاوة والقضايا أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف مؤضحا أنه بالنسبة للدعاوة المدنية المقيدة حتى عام 2019 فإنه تتبقى 837 دعوا فقط من أصل حوالي 410 ألاف دعوة وبالنسبة للدعاوة المدنية المقيدة عوام 2020 و2021 و2022 فإنه تم إنجاز 88% من إجمالي حوالي مليون ونصف دعوة وفيما يتعلق بدعاوة منازعات الأسرة فإنه تتبقى 4 دعاوة فقط من حوالي 170 ألف دعوة مقيدة حتى عام 2020 في حين تم إنجاز 98.4% من الدعاوة المقيدة عامي 2021 و2022 التي وصل عددها إلى حوالي مليون واربعمائة ألف دعوة وبالنسبة لدعاوة الجنح فقد بلغ عدد الدعاوة المقيدة عوام 2020 و2021 و2022 حوالي 26 مليون دعوة تم إنجاز 95% منها أضاف وزير العدل أنه فيما يتعلق بمحاكم الاستئناف فإنه يتبقى 2941 طعن من الطعون المقيدة حتى عام 2019 فيما تم إنجاز حوالي 90% من 460 ألف طعن مدني مقيد بعوام 2020 و2021 و2022 فيما يتعلق بطعون الأسرة فيتبقى 250 طعن من الطعون المقيدة حتى عام 2020 وتم إنجاز 94% من أكثر من 400 ألف طعن تم قيدهم عامي 2021 و2022 وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس توجه بالشكر والتقدير لقضاة المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقد على الأداء المتميز والجهد المقدر الذي ساهم في تحقيق طفرة نوعية في سرعة إنجاز القضايا والتغلب على التحديات الكبيرة التي كانت سائدة في هذا الصدد مما يشكل صورة ذهنية جديدة وانطباعا سريما عن منظومة العدالة في مصر موجها في هذا الصدد بمواصلة الجهد بحيث يتم الانتهاء من القضايا أمام المحاكم في ذات السنة التي أقيمت فيها على النحو الذي يحقق العدالة الناجزة واستقرار الأوضاع القانونية للمواطنين وحماية حقوقهم والحفاظ على مصالحهم ترجمة نانسي قنقر